استهداف هؤلاء حملات الأقلام بمنهجية التعذيب التي ورثتها هذه الميليشيا أو التي تعلمتها من نظام الملالي الذي ورثها بدوره عن مخابرات الساباك الإيرانية هذه المنهجية الهدف منها هي تدمير معنوياتهم وتحطيم أدميتهم وتحويلهم إلى أدوات فارغة وإلى مسلوبي الإرادة ومسلوبي الفكر وبالتالي تحقيق أكبر سيطرة على المجتمع هي لا تستهدف معاقبتهم ولا تستهدف انتزاع اعترافات منهم بقدر ما تستهدف تدميرهم إنسانيا فيخرجون إلى المجتمع كائنات مشوهة كائنات لا تستطيع أن تمارس دورها الفاعل وهذا هو الهدف الأساسي من عملية التعذيب إنها منهجية خبيثة وعلمية مبنية للأسف على أسس علمية ونفسية الهدف منها كما أخبرتك هو سلب المجتمع النخبة التي تكون قادرة على تشكيل وعيه